بالتأكيد أنا منذ اللحظة الأولى لاغتيال هشام الهاشمي قلت أن الجهة التي قامت باغتيالها هي جهة محصنة ولن يستطيع أحد المساس بها وهذا ما ثبت فعلا ما جرى حقيقة هو مهزل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى أولا لنأخذ التوقيتات لأن التوقيتات تعطي دلائل مهمة تم اغتيال الهاشمي في تموز من عام 2020 تم القبض على المتهم بالقتل في تموز من عام 2021 يعني تقريبا بعد سنة كاملة محاكمة طولت 22 شهر لماذا؟ لأن دائما كان المتهم لا يصل إلى المحكمة يعني هناك جهات مسؤولة عن إيصال المتهمين إلى المحكمة يعني بشكل قانوني ولكن هذا المتهم لم يكن يصل إلى المحكمة لتسويف القضية لننتهي إلى عملية يعني إصدار الحكم في آيار من عام 2023 لتأتي محكمة التمييز لتنقض الحكم لاحظ لو من يقرأ قرار محكمة التمييز الذي نقض بمجهة الحكم سيجد أنه فيه إدانة صريحة للقضاء العراقي عندما تم تشكيل لجنة الأمر الديواني رقم 29 أنا كتبت وقلت في عشرات اللقاءات أن هذه لجنة غير قانونية أن هذه لجنة تنتهك أحكام الدستور العراقي ولكن القضاء العراقي لم يقل ذلك وقبل بأن يكون جزءا من لجنة غير دستورية وغير قانونية كيف يأتي الآن ليقول أن اللجنة التي قامت بالتحقيق هي غير قانونية وأنها تخالف قانون أصول المحاكمات الجزائية طيب أين كان قانون الأصول المحاكمات الجزائية عندما كان مجلس القضاء الأعلى ينسب قضاة إلى لجنة الأمر رقم 29 هذا يعطيك صورة عن أولا انعدام المهنية في القضاء العراقي وهذا إشكال خطير والأمر الآخر هو التسييس بمعنى القضاء العراقي دائما ما يخضع لقرار الفاعل السياسي الأقوى وينفذ ما يريده صالح القرار السياسي في العراقي ولكن ليس القضاء العراقي